تحكي الباحثة الكندية كاثرين بولوك أنها في عام 1991 رأت تقريراً إخبارياً على شاشة التلفاز يظهر نساء تركيات يقررن ارتداء الحجاب كانت بولوك حين ذاك نصرانية وتقول عن مشاعرها تجاه هذا المشهد شعرت بالصدمة والحزن بالنسبة لهم المساكين كما ظننت يتم غسل أدمغتهم من قبل ثقافتهم مثل العديد من الغربيين كنت أعتقد أن الإسلام يضطهد النساء وأن الحجاب هو رمز للطهادهم تخيل دهشتي بعد ذلك بعد أربع سنوات في رؤية عكاسي في نافذة متجر أرتدي تماماً مثل تلك النساء المضطهدات تم تصورة عامة رسمتها وسائل الإعلام إلى الذهن أن هناك حرباً على الإسلام وتحديداً على الحجاب بمثل هذه التشريعات ولشيوع ثقافة العري ونزعة الإباحية والثورة الجنسية منذ الخمسينيات فصاعداً يهيأ للمرء الآن أن الحجاب عادة إسلامية خالصة اختصت بها الأمة الحنيفية دون سائر الأمم وكأنها تمثل شعيرة حصرية للدين الإسلامي فحسب ولكن ماذا لو تأملنا في التاريخ الأوروبي ذاته وفي حشمة المرأة الأوروبية قبل قدوم الديانات السماوية المعروفة الآن ثم ماذا لو فحصنا النصوص المقدسة في الديانتين اليهودية والمسيحية نبحث فيهما عن تشريع العفة والستر والتحجب ترى ماذا سنجد يعود أول نص تاريخي ثبت فيه ارتداء المرأة للحجاب أو غطاء الشعر إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد فورد فيه النساء الآشوريات اللواتي يخرجن في شارع يجب أن تكون رؤوسهن مستورة سواء كان غطاء للرأس أو رداء أو عباء يجب أن تكون محجبة النساء من الطبقات العليا سواء كن متزوجات أم لا ينبغي عليهن أن يرتدين الحجاب ففي هذه الحضارة التاريخية كانت النساء من الطبقات العليا يتميزن بالحجاب وبالمقابل فإن البغايا والنساء من الطبقات الدنيا حرم عليهن ارتداء أغطية على رؤوسهن بل فرض القانون عقابا قاسيا على البغايا التي يرتدين الحجاب يشمل الحبس والضرب خمسين ضربة بالسوت وتعطي الباحثة إيميل مار مورستاين تفسيرا لهذه التفرقة بقولها أن الحجاب كان علامة المرأة جيدة التنشئة والتربية فقد كان رمزا للمتياز وحتى الطبقة الحاكمة في اليونان القديمة تبنت هذه العادة أما في ملحمة بلاد ما بين النهرين المشهورة ملحمة جيلجامش فإننا نرى جيلجامش يذهب بنفسه إلى الإلهة سيدوري على حافة العالم ليجدها كما تصور الملحمة سيدة متوسطة السن وترتدي الحجاب وفي بلاد الرافدين كانت الإلهة إنانا التي صارت تعرف لاحقا باسم عشتار الملقبة بملكة النساء تعبد باعتبارها رمزا للقوة والحب والجنس لكنها في الوقت ذاته كانت تصور وهي ترتدي الحجاب طوال الوقت وزيا فطفاضا واسعة إلا في أوقات معينة وعلى صعيد آخر كشف الباحثان لويد لويلين جونز وكارولين جالت عبر بحثهما في تمثيلات الفن التشكيلي والمراجع الأدبية أنه كان من الشائع بالنسبة للنساء أو على الأقل أولئك التي كنا يتمتعن بمكانة عليا في مجتمع اليونان القديمة أن يقمن بتغطية شعورهن ووجوههن في الأماكن العامة وفي نفس السياق يسجل لنا التاريخ حادثة ذات دلالة واضحة ففي عام 166 قبل الميلاد قام الجنرال ورجل الدولة الروماني جايوس سولبيسيوس جالوس بتطليق زوجته لأنها خرجت من بيتها سافرة الشعر والوجه قائلا أنها كشفت للناس عما يفترض أن تكشفه لزوجها فقط إن كل النماذج السابقة تبين أن الحجاب لم يكن قاصرا على الأمم التي بقيت فيها أثارة من رسالات الله إلى البشر وإنما كان الحجاب وتغطية الوجه سائدين حتى في الأمم التي قال التاريخ عنها أنها لم تكن تسير على منهاج الشرائع السماوية وهيأ هذا المناخ من الحشمة تربة خصبة قابلة لنمو شريعة الحجاب الإلهية فيها هذا إن لم تكن عادات الحجاب بقايا من الشرائع الإسلامية المندثرة في أول الأمر فلم يكن الحجاب أمرا جديدا على البشرية أو استثنائيا في خط التاريخ الإنساني بل كان متوافقا مع قيم الفطرة والأنوثة الطبيعية وعن انتشار ثقافة الحجاب يقول الباحث ألفين شامت لما ظهرت المسيحية على الساحة كان ستر المرأة بالحجاب واسع لانتشار في عدة ثقافات وقد أظهر ألفريد إرميا في دراسته المميزة الحجاب من سومر إلى اليوم أن النساء في زمن المسيح كنا يرتدين الحجاب عند السومريين والآشوريين والبابليين والمصريين واليونانيين والعبرانيين والصينيين والرومان لم يأتي القرآن إذن كنقطة متفردة في التاريخ تدعو لتحجب النساء بعيدا عن أي سياق إنساني وتاريخي فالعفة جزء من صميم البناء النفسي للإنسان السوي وعليها سارت الأمم واهتدت النساء فرفعنا قيمة الحشمة والتزمنا بفضيلة الحياء كما سجل التاريخ بضعا من هذه الصور عبر مختلف الأمم والثقافات فهل من العجيب إذن أن نجد أن شريعة الحجاب قد ذكرت في الديانتين اليهودية والنصرانية قبل أن يأتي بها القرآن في اليهودية والنصرانية تنوعت أشكال حجاب النساء في العهد القديم الذي يؤمن به اليهود اختلفت الأشكال ولكن المضمون واحد ستر واجم لبدن المرأة وشعرها ومفاتنها وقد جاءت في سفر التثنية تفرقة واضحة بين ما ينبغي أن يرتديه الرجال وما ينبغي أن ترتديه النساء يحضر على المرأة ارتداء ثياب الرجال كما يحضر على الرجل ارتداء ثياب النساء فما هو رداء النساء إذن؟ جاءت في سفر التكوين حكاية للمرأة المسمات برفقة فقيل ورفعت رفقة عينيها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل وقالت للعبد من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا فقال العبد هو سيدي فأخذت البرقع وتغطت وهو دليل واضح على أن المرأة اليهودية كانت تلتزم بالحجاب وفي نص آخر في سفر إشعياء انزلي واجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل اجلسي على الأرض بلا كرسي يبنة الكلدانيين لأنك لا تعودين تدعين ناعمة ومترفها خذ الرحى واضحني دقيقة اكشف نقابك شمر الذيل اكشف الساق أعبر الأنهار ويعلق القص تادرس يعقوب ملطي على هذا النص قائلا فالكشف عن النقاب أمر غير لائق بالفتيات الصغيرات الشريفات في ذلك الحين أن يكشفن وجوههن أو يشمرن ذيل ثيابهن والنصوص في هذا المعنى كثيرة تضافرت كلها لتنتج مفهوم الحشمة عند المرأة اليهودية ولذا نقل الحبر مايلر شيلر إجماع فقهاء اليهود على حرمة أن تكشف المرأة المتزوجة شعرها في الشارع فقال يعتبر اليوم أمر تغطية المرأة شعرها عند المشرعين اليهود في العالم حكما موضوعيا وتبقى مسألة طريقة ارتداء الحجاب متأثرة بالتحول الاجتماعي دون أن يمس ذلك أصل الحكم أما في النصرانية فلم يكن الأمر مختلفا كثيرا فبامتداد أشهر الأساقفة الأوائل مثل ترتليان الذي قال بضرورة تحجب المرأة في الشارع كما في الكنيسة دون فارق حتى لا يفتن الرجال بها وكلمنت السكندري الذي نادى بوجوب تغطية المرأة لكل جسدها إذا خرجت من بيتها وأوجستين الذي أنكر إنكارا شديدا على المرأة غير المتحجبة معتبرا أن ذلك ينافي العفة لأنها تجذب الرجال وغيرهم مثل يحنى ذهبي الفم وتوم الأكويني كلهم أجمعوا على ضرورة تحجب المرأة في الشارع والأماكن العامة وفي طبعة المعجم الكتابي الشهير المطبوع عام 1908 نجد صورا للمرأة المسيحية ترتدي واحدة منهم النقاب والأخرى حجابا وقد ذكرت الناقضة الكنسية جويس سالزبوري هذا الشيوع لتحجب المرأة في الثقافة المسيحية قائلة كان شعر المرأة رمزا وتعبيرا عن جانبها الجنسي ونوعها وهو ما جعل آباء الكنيسة يقولون دائما أن على النساء أن يغطين رؤوسهن امتدت هذه العادة منذ العصور الوسطى إلى العصر الحديث وبداية القرن العشرين مثل هذا الفيديو الذي يظهر حجاب النساء العاديات في الشوارع البريطانية عام 1901 وقبله في عام 1888 يظهر أحد أقدم الأفلام المسجلة في التاريخ الإنساني العاملات الفرنسيات وهن يخرجن من مصنع لومير يرتدي معظمهن ملابس محتشمة وقبعات على رؤوسهن تخفي شعورهن حتى بعد مرور مئة عام على الثورة الفرنسية المقتلعة للنفوذ الكنسي ويلخص الحبر شموائي الهرزفيلد الحالة في القرون الوسطى قائلة كانت النساء في القرون الوسطى يغطين أجزاء من شعورهن طوال الوقت داخل بيوتهن وخارجها وقد كان كشفهن لرؤوسهن عندما يسرن في الخارج فعلا شنيعا جدا الحجاب إذن عرف إنساني وعادة نسائية ارتبطت بالحشمة والتميز منذ فجر التاريخ في الثقافات اليونانية والرومانية في الحضارات الآشورية والسومرية من أدنى الشرق إلى أقصى الغرب تعففت النساء واحتشمنا بالأردية الواسعة وأغطيت الرؤوس وحفظنا أنفسهن من الفتن واستحيينا من كشف أجسادهن خارج بيوتهن ولذا ما أتى الإسلام إلا مكملا لدعوات الأنبياء السابقين لا ليخترع قيمة العفة فالدعوة إلى العفة هي دعوة أعلنها أنبياء الله منذ آدم عليه السلام وإنما جاء الإسلام ليتمم هذه القيمة أو كما جاء في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ترجمة نانسي قنقر